من ماذا يحرر المسيح؟ أولاً يحرر المسيح من عبودية الخطية لأنه من يفعل الخطية فهو عبد للخطية بحرر من الشعور بالذم من عذاب الضمير بحرر من شكاية العدو الذي يشتكي علينا ليلاً ونهاراً فإذن هذه الحرية في يسوع المسيح ثم يحررنا من الخوف مكتوب في عبرانيين 2 من آية 14 فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين من الخطيئة كانوا تحت الخوف كل حياتهم تحت العبودية ولأن الله لم يعطنا روح الخوف أيضاً للعبودية فرسالة يسوع هي لكي يعطف يحرر الخوف من الموت يحرر من النموس يحرر من التقاليد يحررنا من الظلمة من العبودية ويقودنا إلى ملكوت ابن محبته ثم أحبائي مش بس بحرر من الخطيئة من الخوف يحرر من النموس ملعون من لا يعمل جميع أعمال النموس فإذاً في لعنة على الإنسان الذي لا يعمل بالنموس فقط يسوع هو اللي تمم النموس ثم يحرر من سلطان الشيطان من سلطان الظلمة من سلطان اللعنة يحرر من اللعنة حتى يعطي كل الخليقة أيضاً في مجيءه الثاني فهو رب الحرية وهو المحرر الأعظم ترجمة نانسي قنقر